كما أكد وزير البترول تارق المل أن استراتيجية الوزارة تركز حاليا على مجالات كفاءة الطاقة موضحا أن هناك مبادرة للدول الإفريقية في مجال التحول الطاقية جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها الوزير على هامش قمة المناخ مع مسؤولي أحدى الشركات العالمية لاستعراض موقف تقدم الأعمال وخطط الشركات المستهدفة خلال الفترة القادمة في أنشطة البحث والتنقيب وإنتاج البترول والغاز بمناطق امتيازها ترجمة نانسي قنقر